يعني يوم أمس كنا حزنين جداً لأحداث الاحتياط المركزي واليوم هذا البيان حزننا أكثر يعني بيان بلا روح وكأنه يعني مراقب دولي كان هذا البيان بتاع مراقب دولي يريد أن يذكر الناس بتجاوزات القانون الدولي وأن الماليشيا احتلت موقع يعني ينظر فيه من خلال بيان هذا البيان كان موقع غير مهم وليس من المواقع التي تدور حولها تدور حولها الحرب وطبعاً هذا أمر غير صحيح وهذا تبسيط يعني مخل جداً لما حدث وأنا الغريب قبل يومين كنت بتحدث عن الروح بتاعت البيانات بتاعت الأخ نبيل بتاعت الناطق الرسمي أو بيان القوات المسلحة يعني يجب أن تكون هذه البيانات في حد ذاته معركة لكن هذا البيان وكانه برقية نعي وكانه برقية رثاء حتى في لغته وحتى في اتجاهاته البيانات هذه عادة بيانات للناطقين الرسميين سواء كانوا للدول أو للجيوش أو يعني للمؤسسات النظامية في عادة تكون يعني بيانات للتعبية وللتوعية ليست بيانات للشكية يعني حكاية أنه والله الدعم السريع تجاوز القانون الدولي من يوم 15 أبريل ليس هذا بالجديد لكن أين الوعد باسترداد هذا الموقع أين الوعيد بأن القوات المسلحة قادرة على أن تبطش بهذه القوات المتمردة أين بث الأمل خلال هذا البيان بأن نفتكر أنه في قصور في صياغة البيانات وطبعا هليته ولو كان الأمر يقف في حدود القصور في صياغة البيانات واضح أن الوضع أسوأ من هذا بكثير